ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مزاق اخر ما هو المزاق زاد هنا رب العالمين مش موجودة في التسمية لان هنا الحمد على ما فعل لك وفعل لك لتربيتك ايجاد من عدم وامداد من عدم والتربية كما نعلم تعني السيادة والسيادة تعني السيطرة والملكية فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقصو عليك كما نعهد في من نربيه نقص عليه مرة فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية يقول لك لا إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها ربوبية وفيها ربوبية يبقى هنا مزاق آخر ثم انتهينا إلى أن الحمد ومعنى الانفعال تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل بحيث كما كلنا لا تطفو لتناقش في الزهن من جديد معقولة هذه معنى عقيدة ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة والنعمة ليست لعقلك فقط والنعمة ليست لقلبك فقط بل النعمة لكل كيانك فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة يبقى كل ما يتمتع بالنعمة لا بد أن ينفعل بالحمد والسناعة وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم مش المسألة بس في القلب الإحساسي لا ينضح القلب الإحساسي على كل على كل الجوارح وقلنا ثم تتسع الدائرة حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله فلا يصدر شيء أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره لأن المسألة جاء عن شكر للنعم لانفعالات في النفس حين يتعرض لها الشعراء يتعرضون أن محلها القلب ولذلك الشعراء لما يحبوا يصوروا لنا هذا المعنى حناخد منهم تصوير في معنى الحب ولنترح اختلافنا في المحبوب حناخد معنى الحب إنما بلاش هو حب سعدة حب مية حب ليلة حب إنما إحنا حناخد منفعال إيه الحب واللي يختلف المحبوب عند الشعراء وعند الأصفياء يبقى ده لهم محبوب مو ده لهم محبوب إنما الانفعال يكون واحد فلما جم عشان يصوروا هذه الانفعالات يجي مثلا واحد يقول للمحبوبة أو للمحبوب يقول له تقرط يعني لبس قرط أو تمنطق لبس النطاق أو تقبى لبس القباء يعني تزين بأي لباس شئت تقرط أو تمنطق لبس النطاق ده أو إيه تقبى لبس القباء فلن تزداد عندي قط حبه بيقول لحبيبه مش هتزداد يعني اعمل ما شئت فلن تزداد عندي قط حبه ليه لماذا قال له تملك بعض حبك بعض حبك كل قلبي فإن تريد الزيادة هاتي قلبه شيء من المفعال المفعال في الشاعر فكأن قلبه ضاق ببعض الحب فحب نقل وإن حبتنا زود حتلي قلب تاني بقى ما عادش عندي دي لأن ده الحب الأدنى الحب الأعلى مش هيبقى في القلب ده بس مش عايز قلب جديد بل يشيع ما في قلبه على بقية جوارحه وتبقى كلها كي شاعر تاني أدق شوية وحب يدينا المعنى ده مش عايز قلبه ولا حاجة لا أنا أشيع قال له خطرات ذكرك بيقول الحبيبه طبعا خطرات ايه ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبه لا عضو لي شوف لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقنا قلوبا هذه الإشاعات هذه الإشاعات يجي مثلا الشهر يقول القلب مثلا انفعل بالايه بالحب وبعدين انفعلت فاضت دموعيني مثلا يوم يديني جيئة القلب وزهاب القلب واجيب القلب شوكي رحمة الله عليه لما قال ايه القصدة اللي بتغنيها ومكلسوم ولي بين الضلوعي دم ولحم دا كلام صح هما الواهي الذي ثكل الشبابة مش كده تسرب في الدموع قلبه تسرب في الدموع فقلت ولا ما عدش ليه قلب وصفق في الضلوع فقلت ايه با انفعال يشيع ثم يعودوا لانفعاله من جديد مدام الانفعالات دي بتيجي كده تعمل القشعرية ردي يبقى هو دا الحمد يبقى يجي العقل وبعدين القلب وبعدين يشيع على الجوارح وبعدين يشيع في الايه في الكون لما اشعاعات قلبي الحمدية تشيع على جوارحي كلها وجوارحي تشيع على حركة اعمالي البعيدة عني فيبقى لي دائرة من الاشعاعات وغيري من اخوان المؤمنين له دائرة من الاشعاعات يبقى تلتحم اشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعها ومدام يبقى عندنا كرس حمد يبقى الوجود كله ايه كل حمد حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاءا له الا ان يزيده تصديقا لوعده لان شكرتم لازيدنكم هنا في الحمد قلنا ان مستوجباته اما الفضائل في الزات شيء فاضل في ذاته فبيستحق ان تحمده وشيء له فضائل عليك له فضائل عليك فللزات الحمد لله ذاته تستحق ان تحمد لانك انت لما بتشوف واحد فنان يعمل اي حاجة بتنبسط منه تقعد تلهج بالسناء عليه وان لم يعد عليك شيء الا انك انت اعجبت بالعبقرية بتاعته اللي انت جت فربنا لانه بديع السماوات والارض كان يستحق ان يلتفت الي خلقه بالاعجاب والتسبيح والتحمد لانه ابدع شيئا على غير مثال يبقى ذاته تستحق وان لم ينالني منها شفا كيف اذا نالني منها شيء بسيال الربوبية يبقى حاجة تانية رب العيه العالم ويطمئن بيقول لي اياك ان يختر ببالك ان عالما من العوالم التي تقدمك سينقص عن خدمتك ليه لان ناسية في ايده وانا ربه ملوش رب تاني عشان يعصيها ليك فاطمئن الى ان رب لكل العالم مفيش رب حيعصي مفيش هناك اذا اللي ذهب كل اله بما خلق بعضهم على بعض اذا دي تطمينات ايضا وبعدين يقولوا يا رحمن ورحيل مش ربوبية جابرون وان ما كنتش بقى تيجي بالرغب لا للذاتي ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمنية والرحيمية ابقى خاف مني بقى لاني مالك يوم الدين يبقى يا رهب يا رهب